بعد مرور سبع سنوات على أزمة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص والتي طارت أضرارها نحو خمسة عشر ألف مواطن أنهى ديوان الخدمة المدنية هذه المشكلة بعد إصداره قرارا يقضي بإلزام الجهات الحكومية بتوظيف المسرحين المسجلين في برنامج إعادة الهيكلة خلال شهر من تشيحهم للديوان وفق ما أعلنته اللجنة المالية البرلمانية أهني أخواني المسرحين أن تم المعالجة والقرار صدر بالفعل ورح تكون الأولوية المسرحين في التعييم من خلال ديوان الخدمة المدنية ورح يكون مدة شهر طبعا للترشيح لديوان الخدمة المدنية اللي يرفض خلال شهر طبعا يسقط عن الحق من جانبها أرجعت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية البتة في مقترح إلزام تقديم الصحيفة الجنائية للراغبين في الزواج لحين ورود رد وزارة العدل بشأن أسباب تحفظها على القانون من جهة أخرى قدم الناب أحمد لاري سؤالا برلمانيا لوزير البلدية وزير المواصلات والإجراءات الوزارية التي صاحبت تحويل العقار الاستثماري إلى فندق مع وجود استغلال تجاري فيه في حين قدم النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا لوزير التربية حول لجنة التحقيق وإجراءاتها التأديبية بحق خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية والمدانين بقضايا مالية وإدارية